مهما كانت الاحتمالات مهما كانت الاحتمالات ومهما كان وضع متفليق الآن إلا أن محاكمته ولو تكون رمزية هي نقطة تحسب إلى صناع القرار حالياً صناع القرار حاليين يجب أن تحسب لهم هذه النقطة لا يجب أن نحاكم عهد كاملة أو نحاكم حقبة كاملة من الحكم ونطرق رمزها الأول والمتورة الأول والفاسد الأول والذي كان يملك القرار حتى اسمه لم توجه له تهمة واحد هذا خطأ جسيم بناء على المعطيات التي نملكها إن كانت هناك معطيات أخرى أو هناك استراتيجية أخرى يجب على الدولة الجزائرية أن تصارح الجزائريين بها وبذلك تكون تكون نقطة إيجابية تحسب للسلطة ولا تحسب عليها عدم محاكمة بوتفليقة مهما كانت الأسباب نحن لا نملك ملفات والذي نملكه من خلال المعطيات الإعلامية والتصريحات التي يقولها ويحيى ويقولها سلال ويقولها كلهم قالوا بأن ما كانوا يقومونه بأوامر فيهم اللي قالوا مجلس الوزراء ومجلس الحكومة وفيهم اللي قالوا برنامج فخامة الرئيس بوتفليقة بإسم إذا كان هؤلاء يكذبون على الرئيس ما يجب أن يحاسبوا على الفساد فقط ما يجب أن يحاسبوا على الفساد فقط بل سيحاسبون ويحاسب من كان مسؤولاً أمنياً في الأمن الرئاسي أنا ذاك في الرئاسة الجمهورية ويحاسب عليها التوفيق أيضاً بصفته كان مسؤول المخابرات ويحاسب أصحاب الأجهزة التي هي معنية مباشرة بحماية الرئيس والحفاظ على حياته وتنفيذ سلطته ومساعدته في أداء مهام هؤلاء يجب أن يحاسب ترجمة نانسي قنقر